البعض أشار أيضا إلى فشل توقعات جهاز الاستخبارات الروسي كان هناك توقعات لدى الدولة الروسية إلى أنها قادرة على التوغل في العمق الأوكراني في ساعات معدودة وبالفعل حدث هذا التقدم لكن حينما وصلوا إلى كييف وجدوا مقاومة شديدة هذا الأمر حتى جعلت معه إشارات كبيرة للغاية تصدر وتخرج من قبل المتابعين إلى أن هناك خلافات قوية بين بوتين وجهاز الاستخبارات الروسي وهذا الأمر حتى جعل هناك الصحافة العالمية لديها أحاديث تشير فيها إلى أن فلاديمير بوتين أقال عدد من الجنرالات الروس وقال عدد أيضا من قادة جهاز الاستخبارات الروسي ما يدلل قطعا على فشل هذه التوقعات لأنه كانت هناك نية واضحة ومبيتة من قبل فلاديمير بوتين للتوقع ناحية العاصمة كييف حتى مع الفشل في البداية استقدموا القوات الشيشانية وخرج رمضان قاديروف ليهدد ليس فقط الدولة الأوكرانية بل هدد أيضا عدد من الدول الأوروبية الأخرى هدد أيضا بولندا هدد أيضا الدول الدعمة بالسلاح للدولة الأوكرانية كان هذا الأمر يشير بدلالة واضحة إلى أن فلاديمير بوتين لا يود التراجع مطلقا رمضان قاديروف يعرف أيضا بأنه الزراع الأيمن لفلاديمير بوتين وتم استقدام القوات الشيشانية في هذا الصراع وإن كانت تكبدت خسائر هي أيضا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر